السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير ولا خير في احسن احوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية و احوال زمن و بطبيعة الحال مع اخي الاخبار و اخي المستجدات من اهم الاخبار اللي غدين ترقلها اليوم اخواني اخواتي هي بشكل مفاجئ واحد زيارة لشخصيه باريزة اسبانيا اخواتي نعرفو شكون هاتشخصيه الباريزة اللي غدين تزور المغرب نعرفو واش هاتشخصيه غتحل ازمه اللي كان بالمغرب و اسبانيا كذلك غدين نعرفو واش للمغرب غادي يستقبل هاتشخصيه الباريزة اولا ما يستقبل عاش في المغرب او في المملكة المغربية ولكن قبل ما نطلقوا هاد الموضوع كنتمنى منكم انكم تلايكوا وتبرتاجوا قدر المستطاع باش تعمل فائدة وكذلك باش تكون الاستمرارية واللي اول مرة شاف هاد القناة وبطبيعة الحال عجب المحتوى دي لهاد القناة ما يبخلش عليها بالاشتراك ويفعل الجرس بجدي ما يتوصل بالجديد ودائما من نساش المتتبعين الاوفياء اللي دائما كيدعموني سواء باللايكات ديالهم سواء بتشجيع ديالهم او بالبرتاج ديالهم اللي يجزيهم بالخير اما الضيوف الجداد مرحبا والف مرحبا على بركة الله سننخلصوا بالموضوع اخواني اخواتي من بعد ما خرجات وزيرة الخارجة الاسبانيا السابقة ارامتشا جونزالي سلايا واللي كانت هي السبب انضيلاع الازمة مبي المغرب واسبانيا هي السبب سواء بالتصارح ديالها المستفز المملكة المغربية او الكلام ديالها الغير ناضج وكذلك يعني مستفز المغرب او المملكة المغربية وكملتها اخواني اخواتي انها تحملت المسؤولية انها هي لدخلات ابن بطوش الارض الاسبانيا بوح طريقة مشبوهة يعني دخلت بوح الجو الصفار مزوار وهوية مزوارة وكذلك كذلك ما نسوف اخواني اخواتي التصارح ديالها اللي قالت فيهم بان سواء يعني هي قلسات في الوزراء او خرجات ولكن يعني اسبانيا ما غادش تعتار مغربية الصحراء المهم اخواني اخواتي غاد نرجعوا للموضوع ديالنا من بعد يعني ما اسبانيا عرفت بان هادلايا هي السبب في الاندلاع ديال الازمة او ان اسبانيا يعني حملتها المسؤولية لان يعني ممكنش تكون هي كدير هات الشيء وغير بوحدها ضروري يعني الحكومة يعني رف التواطؤ معها وضروري الحكومة انها عارفة شنه كدير ولكن كما شفنا بان حملوا لها المسؤولية الكاملة انها السبب اندلاع الازمة بيدرو سانتشيز دار التعديلات يعني في الحكومة دياله ومن بين هات التعديلات هي انها خلف هاد الارانتشا غونزالي سلايا بوحد الوزير اخر اللي كان السافر ديال اسبانيا في فرنسا خصي مانويل الباريس يعني هاد خصي مانويل الباريس يعني معروف انه عنده اتصالات يعني مع شخصية باريزة في فرنسا وكذلك عنده واحد الديبلوماسية دكية المهم من اللي ارانتشا غونزالي سلايا الوزيرة السابقة يعني سلمت له الحقيبة يعني اي وزير كي يخرج من المنصب ديالو كي يسلم الحقيبة اللي غادي يخلفوه مهم هاد لايه سلمت له الحقيبة لهاد خصي مانويل الباريس سلمت له الحقيبة اول شي دارو هاد خصي مانويل ان اعطى الكلمة ديالو بطبيعة الحال يعني هاد شي جري به العمل اعطى الكلمة ديالو اول حاجة قالها قال بان المغرب صديق وان المغرب او ان المملكة المغرب يهيد ولا صديقة وهي قبل ما تكون جارة هي شركة استراتيجية يتمنى انه يكون صلح. هذا هو الكلام دياله او الرسالة دياله يعني لصفت المغرب يعني انفوه يعني شد الحقيبة واعطى الكلمة دياله اول حاجة بده بها هو انه يعني باغي الصلح و يضرب واحد تفاؤل بان يعني العلاقات على درجها كما كانت وانه غدي يخدم باش غدي يحسن العلاقات بين اسبانيا والمغرب. وهنا بدك يبلينا او بدك بدينا كنشوفه بان هذا الوزير الجديد عنده الهدف دياله انه يصلح الاخطاء اللي ارتكبتها الوزيرة السابقة كونزاليس لايا ويعني اللي حملوها المسؤولية بانها هي السبب في اندلاع ديال الازمة او هي اللي خربقات يعني العلاقات الاسبانيا المغربية وكذلك صراحة هاد الوزيرة الخارجية ما كانش كتطح في تغضر واللي جالها لسانها كتطلقوا واليوم كتقول تصريح والغدلية كتخروج كتنفيها التصريح واول حاجة يعني هاد الوزير الجديد من بعد ما شد الحقيبة دياله انا بدأت كي مدح في المغرب وكتقول باننا نحسن الحلقات وخصنا يعني تكون واحد الشراكة المهم كي هضرب واحد التفاؤل وكتقول يعني صحيفة اسبانيا ان الوزير الجديد خصي الويس الباريس سيختار الريباط كأول دولة غديمشي عندها من بعد ما شد الوزارة وهذا شي هو تقليد شائع لكل الوزارة الخارجية الإسبانيا يعني اي وزير كي شد المنصب ديلو يعني كي شوف المناطق او الدول اللي غدي يمشي عندهم وكتشوف هاد الصحيفة الإسبانيا ان هاد الزيارة يعني ضرورية لان اكتر من اي وقت مضا يعني في هاد الوقيتها يعني هاد الزيارة اللي غديGB هذا الوزير الخارجي الاسباني الجديد خاصة مانويل الباريس يعني ضرورية وضرورية بزاف فهذا الوقيته اكثر من اي وقت يعني مضى وغادي يتمكن من استئناف الحوار مع السلطات المغربية تقول كذلك يعني هذا الصحيفة الاسبانية انه من المتوقع ان تكون وجهة خاصة مانويل هي الاولى وجهته يعني عند المغرب وذلك من اجل انهاء الازمة الازمة المغربية الاسبانية اخواني اخواتي كان لاحظو بان هذا خاصة مانويل يعني هدي يومين يعني باش تعين في هذا المنصب او تعين في الحكومة يعني من اللي يخلف كونزاليس لايا وفي اول تصريح يعني يقل بان المغرب صديق وكذلك يقول بانه هو شارك استراتيجي مهم وكذلك يعني الصحف الاسبانية كتقول بان اول حاجة غدي يديرها هذا الوزير او اول دولة غدي تكون طريق دياله هي زيارة دياله للمغرب وكتقول هات الصحيفة بان هذا الوزير الجديد اول حاجة غدي يديرها من بعد ما شد يعني الوزارة اول حاجة غدي تجعلها هي زيارة المغرب لحل الازمة وكنشوف بان الرئيس الاسباني بيدرو سانتشيس كي يعتمد عليه بزاف وكي يعتمد على هاد على هاد خاصة مانويل انه هو غدي حلو هاد التوتر وغدي انهي هاد التوتر اللي كان ما بين اسبانيا والمغرب وهنا كنشوف يعني كان بزاف ديال الغموض وكان يعني مازال الغموض كتير حول واش سفيرة ديال المغرب اللي كان في مادريد كان يبني عيش واش ستعود الى مادريد ام لا يعني رغم تصريحات ديالها اللي كانت يعني كتعطي الاسبانيا يعني التصريحات ديالها كانت مغربية حرة وامرأة مغربية حرة وكذلك يعني كانت كتعطي لهم واحد تصريحات قاسحة ومن اللي قد لهم بانها هي ما كتاخدش الاوامر من اسبانيا هي كتاخد الاوامر من المملكة المغربية وتحياليها يعني من هاد المينبان مهم اخواني اخواتي خليوا لي في تعليق للكم يعني بعض التعليق واش ملي غادي جي هاد الوزير واش غا تنتاهي الازمة الاسبانيا المغربية واش هاد الوزير بحيط غادي جي وغادي جي في الدو لميلف ديال الاعتراف مغربية الصحراء واش المغرب يعني غادي استقبل هاد الوزير الخارجي الجديد يعني في الاراضي المغربية ام لا اخواني اخواتي كانتمنى انني نلقى تعليق للكم كانتمنى ليعجبوا هاد الفيديو اي بارتاجيه وتحية لكم كبيرة وتبارق الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته